اهلا من حضراتكم الفني المتفرد كما كانت سيدة مصدية اصيلة اخلصت لوطنها واسرتها وفنها رحم الله الفنان القدير وتغمدها بواسع رحمته وتوفيت الفنان رجع حسين اليوم عن عمر ناهز 83 عاما وتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بمدينة شيخ زايد بعد صلاة الظهر وشارك في تشييع الجسمان الفنان الرحلة اليوم تقيب المهن التمثيلية دكتور اشرف زكي من مسجد الشرطة كما شارك في صلاة الجنازة كل من زوجها السابق الصيف عبد الرحمن بالاضافة الى ابنتها السيدة امل وعدد من الاقارب والاصدقاء كما نعى الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمصرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمصرح ببالغ الحزن والاسى الفنانة الكبيرة رجع حسين والتي وافتها المنية بعد حياة عافلة بالفن والابداع لتترك في زاكرة مقبيها اعمالا لا تنسى اسكن الله في صيحة جناته والهم اهلها ومقبيها الصبر والسلوان تلين اقول حضراتكم ثمان ان الفنانة رجع حسين من موليد نوفمبر عام 1937 وولدت بمحافظة القليوبية بدأت مشوارها الفني حينما قدمت دور طالبة من خلال فيلم قلوب الناس عام 1954 وتجاوزت فترة عملها الفنية 68 عاما وخلال تلك الفترة عملت في الإزاعة والتلفزيون كممثلة في المسلسلات الإزاعية والتلفزيونية وعن حياتها الأسرية تزوجت الفنانة الرحلة رجع حسين من الممثل صيف عبد الرحمن وانفصلت عنه قبل رحلها بعدة سنوات وأوضحت خلال أحدى اللقاءات التلفزيونية أن الانفصال حدث بعد وفاة ابنهم كريم قبل سبع سنوات وده بعد 51 عام من الزواج ووصفت زوجها بأنه راجل طيب ومقترب وتحدثت الفنانة رجع حسين في واحد من آخر لقاءاتها التلفزيونية عن دور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم المرأة في المجتمع المصري وتحدثت أيضا عن تكريمها في احتفالية المرأة قائلة أنا لم أتوقع تكريمي وأنا في هذا السن أنا سعيدة بشكل كبير وعملة زي اللي جالها فستان العيد واغداف عضنها ومش نايمة مرة تانية نختم مع حضراتكم بنعي السيدة انتصار السيسي للفنانة رجع حسين نعت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الفنانة رجع حسين والذي رحلت عن عالمنا صباح اليوم حيث كتبت عبر صفحتها الرسمي على الفيسبوك أنعي ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجع حسين والتي رحلت عن عالمنا اليوم طارقة خلفها سيرة طيبة قد استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي وأسلوبها الفني المتفرد كما كانت سيادة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها رحم الله الفنانة القديرة وتخمدها بواسع رحمته رحم الله الفنانة القديرة الراحلة رجع حسين وألهم محبيها في كل مكان الصبر والسلوان نترككم في رعاية الله وأمنه ترجمة نانسي ق wollt